بعد نجاح مبادرة تزيين الأحياء بطنجة جاء الدور على المؤسسات التعليمية أطر وتلاميذ خرطوا في مبادرة تروم إعادة الرونق للمدارس العمومية عن طريق رسم جداريات داخل الفصول الدراسية والسباغة جدران المؤسسة اهتمام ديال تلاميذ كانوا نشيطين بزاف وكانوا متحمسين للغاية بهذه المبادرة هذه بحيث أنهم كانوا يتفعلوا مع الأنشيطة ويشوفوا بأن المدارسة ديالهم والحجرات ديالهم أنهم يساهموا في التنظيف دياله ويساهموا في الجمالية دياله وبالتالي يحفظوا كتر وهما يبدوا يراعي وعلى النظافة يعني يتنمت فيهم هذا الروح ديال الجمال وبالتالي يتكسر ديال العنف الداخلي اللي عندهم شاركنا في هاتشو وشاركت في جميع المبادرة اللي عملنا هنا وجدتنا هاد مبادرة مزيان لو لا هاد مبادرة لما كنا نعودهم مدرسهم هاد شكل هادا تلاميذ المؤسسات التعليمية بمدينة طنجة اختاروا ألوانا متعددة وصورا إبداعية لتزين حجراتهم الدراسية لوحات تترجم اهتمامات الناشئة وتتناول العديد من القضايا كالمحافظة على البيئة والتشجيع على القراءة تأتي في إطار تفعيل أدوان الحياة المدرسية في إطار مواكبة أو غراش الإصلاح في إطار تنفيذ وأجراءات طبيعة حل العوية الاستراتيجية 2015-2030 التي تنتهي جوالوزارة حاليا طبيعة الحال أنه كما لحظتم من خلال هذه المؤسسة وباقي المؤسسة الأخرى فكل الطقم التربوي كل الطقم الإداري كل أساتذات تلاميذ الجميع معبئ من أجل إنجاح هذا البرنامج المبادرة التي تدخل ضمن برنامج مدرسة قيام وإبداع تتضمن أيضا العديد من الأنشطة الثقافية والفنية كوراشات التربية الموسيقية مبادرة ترم تحفيز الناشئة على الإنخراط الفعال في تجميل فضاءات المؤسسات التعليمية وأيضا تربية التلاميذ على قيم المواطنة